اهلين بالجميلين كيف كون ان شاء الله تكونوا بخير اليوم رح نعمل القراءة العامة لبرج العطراء رح نشوف اليوم موضوع السحة والعمل والاسرة وما هو عاطفي بشكل عام واكيد رح تنتبق القراءة هذه على الناس اللي بتوصلني طاقتكم بنسبة اكبر واكيد رح تنتبق بنسبة مختلفة على الموجودين رح نبلش مع موضوع السحة يعني بصراحة عم نشوفك يا برج العزراء يعني تعبانين في منكم اللي تعبانين نفسيا وفي اللي تعبانين صحيا نشوفه نفسر اكتر شايفة يا برج العزراء انه في منكم اللي عم يحس بالوحدة والشعور بالاحباط النتيجة لمجموعة من الضغوطات والاحداث الغير المتوقعة والمتراكمة لالو كذلك في منكم اللي عم يعاني من القلق والتوتر والاجهاد بالرغم يعني من انه عم بيبين حاله قوي يعني عم بيبين نفسه قوي للناس فشايفة منكم اللي عم يعني عم بيدور في الاشياء السلبية والتي لها تأثير سلبي على صحته فانت تحتاج الى التركيز على الاشياء الايجابية واخذ عطلة للترويج عن نفسك وممارسة التأمل والاسترخاء كذلك في منكم اللي مريض والوراء بيقول لك انه معركتك الاساسية هي مع مرضك الذي استهلك طاقتك فانت بحاجة الى استجماع قوتك والمضي قدما كذلك بعد الشر عليكم يعني عمشوف يعني كأنه في حدا عنده شي مرض يعني مزمن ف او اصابه قديمة او حاجة تخلص منه ورجعت له تاني فيجب عليك في الحالة هذه ان تستجمع قوتك وتتوكل على الله العالي الشافي وتجب التاقة الإيجابية التي ستساعدك على الشفاء كذلك في منكم اللي تعبانين من فراق شخص يعني تعبانين هم كأنهم عم بيحاربوا بشي موضوع قدموا فيه شغلات كثيرة شي حدا تخلى عنهم اختفى تركهم بوقت ما كانوا متوقعين هالشي يصير كذلك في منكم اللي حاملين مسؤولية مخليتهم من جوة تعبانين وحزينين عم شوف في ألم لفراق موجود وهذا الألم عم بيأثر على هدول الناس فالورق بيقول لك خد بالك من صحتك لأنها أهم شيء بالنسبة لإلك لأنها هي اللي رح تساعدك توصل للشيء اللي بدك ياه فأنت لازم تروح عن روحك ولازم تاخدوا بالكم من صحتكم وتقلصوا شوية من التفكير الكثير كذلك في منكم اللي عم يعمل استشفاء استرخاء أشياء حلوة بتساعد الإنسان إنه يحسن صحته ونفسيته رح نمر بالموضوع العمل عم شوفك يا برج العزراء يعني عم تشتغل بجهد ومنشغل بجد فأمورك العملية رح تكون في تحسن مستمرة كذلك في منكم اللي عم يدرس وملتزم بدراسة وعم يسعى للنجاح ومنكم اللي محتاج إلى التعاون مع الآخرين لإكمال مشروعه أو دراسته أو مشروع دراسة لأن المهارات المختلفة عندما تتجمع كفريق تكون أحسن لتحقيق نتيجة ناجحة كذلك يا برج العزراء عم شوف في منكم اللي جايته رزقة أو مكافأة بالطريق هي صغيرة يعني بس يعني مكافأة بالطريق قريبا على جهودك فعم شوف منكم اللي عم يعمل تدريب مهني أو تدريب داخل في دراسة فالأمور بشكل عام رح تكون طيبة كذلك في منكم اللي بيشتغل بجد بس ما عم بحس بالتقدير على الأعمال الشاقة اللي بيعملها سواء كان بالبيت أو بالشغل فما عليك إلا بالصبر وإن شاء الله الأمور رح تتحسن فالأمور بشكل عام في العمل رح تتيسر لإلكون كذلك عم شوف في منكم اللي بيعمل صنعة كثن أو خياطة إدارة يعني شغلة بيشتغل فيها والأمور رح تزدهر فعليك بالمتابرة والقيام بما تستطيع فعله الآن والباقي على الله كذلك في منكم اللي عم بيدور على شغل فقريبا رح يتوقف رح يتوفق إن شاء الله أمور طيبة في العمل يا برج العزراء فيما يخص الأسرة الأسرة فعم شوف في منكم اللي عندو شوية مشاكل بالأسرة هيك خلافات مشاكل بسيط رح تتحل مع الوقت وفي القريب العاجل كذلك عم شوف في خصومات يعني وعلاقات تكسرت نتيجة مواقف صارت شايفاكم تعرفتوا لصدمات قاسية داخل الإسرة منكم اللي وصلوا يعني للطلاق في اللي عندن مشاكل بالحمل يعني وهذا الموضوع تبع الحمل عملهم مشكلة كذلك عم شوف في عندكم بداية جديدة أو إذا كان مشاكل بالعيلي بالعلاقات فهناك تحسن للعلاقات وازدهار فهذا البداية الجديدة سواء كانت مع الأهل أو الأقارب أو مع الشريك لأننا نتكلم عن الأسرة فهذا شايفا أنه رح تتصلح العلاقتك بالأسرة وراح تصير أكتر تناغم كذلك في منكم اللي عم شوفوا مشتاق مشتاق للعيلي أو الأسرة لأنني شايفاه بعيد شايف الشخص هيدا بعيد يعني ممكن يكون في بلد ثاني عم يدروس عم يشتغل يعني أو مع العيلة في مكان تاني عم شوف تعود على على الوضع وعم بيحاكي عيلته عم بيحاكيها بحب ومجلة إلا ونكاس الحب فالأمور رح تتيسر يا برج العزراء إن شاء الله تعالى ورح تمشي الأمور مثل ما بدك يا برج العزراء في العواطف والأخاسيس والمشاعر فأجيكم كارت دووالت أمور طيبة فيما يخص الأسرة وعلاقات بهذا الشغل أما فيما يخص العلاقات فرح نحكي أول شي رح أعطي نظرة بشكل سريع فبشكل عام عم شوف في الزواج طالعت لكم ورقة الزواج ورقة الأسرة السعادة الزواج توأم الروح توأم الروح في نجاح بداية جديدة كذلك في عودة ممكن يكون شخص من الماضي أو بداية جديدة فرح نفسر هذه الشغلات هذه شوية شوي حسب الحالة وحسب الشيء اللي ظاهر عدنا كذلك حسب الوقت فبشوفك يا برج العزراء إنسان روحاني طالع لك ثلاثة أوراق إنسان روحاني جدا وعم تعمل أعمال روحانية وعم تفكر في شخص كثير وشخص هذا عم شوفه متواصل معك بالروحاني عم شخص هذا شايفه زعلان وغضبان وقلقان وبيفكر فيك يعني بالليل وفي منكم اللي حاسس إنه الحبيب غضبان ورايد ورايد تكلمه والشخص وشخص هذا صراحة هو متواصل معك وبيراقبك كثير ومهتم بك كذلك فشايفك بتراقبه كثير ومهتم به فممكن يكون هو غضبان منك أو متباعد عنك وممكن يكون يعني اختفى بشكل مفاجئ وأنهى العلاقة بسبب ما فهو كأنه مختفي ولكن هو عم بفكر فيك يعني كأنه مش يعني كأنه اختفى ولكن هو بفكر فيك وزعلان عليك هو زعلان عليك برج العزراء زعلان عليك شايفك اللي وحدك متواصل يا برج العزراء روحيا مع الحبيب شايفك كذلك مشغول في منكم اللي بيعمل استشفاء وفي اللي بيعمل عملية جذب مع الحبيب والأغرب إنه في منكم اللي على علاقة بشخص جديد لكن بعده بيراقب الحبيب القديم وبيحبه وبيفكر فيه فشايفك يا برج العزراء حاليا لوحدك يعني أو منفصل عن حد يعني بتحبه ولكن عايش حياتا رغم كل شي صار في منكم اللي عامله بلوك على السوشيال ميديا ومع ذلك فالحبيب براقبك وانت براقبه في منكم اللي عنده تعلق فشايفك تجاوزت وبديت علاقة جديدة وفي منكم فعلا اللي عنده علاقة يعني جديدة ولكن بعده مهتم بالحبيب لانكم حسين انه توأم الروح وتحبوه كثير عم تحسوا انه توأم الروح وطالع عندكم توأم الروح لان الاوراق هادي تجي مجتمع مش معقول فاكتر برج مبين عندي هون برج الجوزاء بلسبة كبيرة ميزان دلو وحنا ماشيين وحنا رح نقول الابراج اللي رح تبين معنا خلينا نشوف تاقطة في برج العزراء شيفاك يا برج العزراء يعني واخد موقف وقاف الكل شي يعني كأنك مختفي او عم تخبي مشاعرك لاني شيفاك يعني بتحب الحبيب وده شي واضح عني عم تخبي مشاعرك الحقيقية عن الحبيب ممكن عشان ما يعرف انك مهتم بيك وبعدك بتحبه او بعدك في عندك مشاعر له او انك اهفل عليه عمل بلوك مختفي يعني خليت كل شي وراك يعني بدك وقت عشان تاخد قرار يعني او بعدك متردد حول القرار هذا او حتى من خلال كترة الجدال والخصومات قررت تاخد فترة او تختفي بعد بعد الشي اللي صار اه فشيفاك يا برج العزراء يعني واخد موقف يعني وقافل في منكم اللي واخد موقف من علاقة سولاتية يعني كذلك في اللي متزوج يعني ومكتشف خيانة او علاقة ولاتية بس ان شاء الله رح يكون خير بس شيفاك بعدك عم تحب الحبيب يا برج العزراء ومهتم فيه كذلك في من كون اللي مهتم بحاله كتير ان شاء الله خير ففي من كون يا برج العزراء اللي عنده عرض زواج او خطوبة وهذا الشي عندي مأكد جيت بالطريق او ممكن تكون تعرضت عليه او انخطب لاني شايفاك يا برج العزراء بدك تستقر وتعمل عيلة مع الشخص اللي بتحب وكذلك شايفاك فيه تواصل روحي فيه عندكم تواصل روحي بينك وبين الحبيب كذلك فيه من اللي مطلقين ومروا بتجربة قاسية او منفصلين يعني فيه عندي منفصلين كتير طاقات كتير شايفاك يعني انه فيه منفصلين او مطلقين مروا بتجربة وبخيبة امل وبظروف صعبة خليتهم اكتر قوة بتعاملهم حتى وانتو يعني من جوه كتير عاطفيين وحساسين شايفاكم عم تتواصلوا مع رفيق الروح بس عم تبينوا حالكم اقوى برغم هالشي يعني شايفاكم بدكم ترجعوا للحبيب ورفيق الروح لانه بالنسبة لالكن السولميت فعندكم بداية جديدة بداية جديدة مليئة بالاحداث السعيدة واكتر اتزانا فممكن يعني الشخص هذا اللي عندك معه بداية جديدة تحس انه السولميت او ممكن يكون هو نفسه الشخص الحبيب لانه طالع عندي السولميت خلينا شوفو انه طالع عندي السولميت الشخص هذا اذا كان شخص جديد فرح تحس كأنه رح تحبه من اول نظرة ورح تحس انه السولميت و ممكن يكون هو نفسه الحبيب لانه طالع عندي السولميت انتو بتشوفو يعني مش معقول ان الاوراق تجي بالشكل هذا كل هاد الاوراق الحلوة تطلع لانكم هيك او ممكن تكون بداية جديدة مع شخص من الماضي كذلك ملكون اللي برجح انه رح تكون عنده بداية جديدة مع شخص رح تحبوه رح تحس انه السولميت تبع كون كذلك ممكن يكون يعني رجوع لشخص من الماضي من خلال التجديد في العلاقة والتخلي عن الاخطاء الماضية فممكن يكون يعني شيء زواج او خطبة حمل للمتزوجين فالورقة هذه تشير الى الاخبار السعيدة كذلك كما انها تخبرك ان الوقت هذا مناسب لبدء صداقات جديدة والخروج والتواصل اما اذا كان الشخص عازب او منفصل فهو فال جيد لالون يعني في علاقات جاية بطريقكم علاقات جديدة كذلك عم شوف في اختلاف بينك وبين الحبيب يعني فممكن يكون اختلافات هيك بالاستفات بالعادات التقاليد يعني ممكن تكونوا من بلد مختلفة فالحبيب شيفه يعني كثير زعلان شيف الحبيب يعني زعلان على الشي اللي صار فهو بيشوفك انه انت رفيق الروح يعني والشخص المناسب ليه فاما انت يعني في منكم اللي تعود على الفراغ واللي عم يعمل جذب للحبيب او حتى ممكن يكون شي شغلة فيها سحر دخل لنشوف وممكن يكون شي حضر مدخل روح في هاي الشغلات يعني عم شوفك السلميت يعني انتو السلميت مع بعض كون يعني دي عندو عم يعمل هيك تقييم الشي اللي صار او في قضية صايرة بنات كون ممكن يكون يعني هاد الفراق صار بسبب او الطلاق صار بسبب علاقة ثلاثية شي طرف تالت دخل او الحبيب شي حدا في كون خان الثاني كذلك عم شوف فيه تعلق يعني فيه علاقة ثلاثية بالموضوع وفيه تعلق شديد وعم شوف فيه مراقبة شديدة عم تراقب يا برج العزراء الحبيب والحبيب كمان يعني عم براقبك عم شوف كون متعلقين في بعض يعني بطريقة في منكم اللي وصلت لانه متعلق بطريقة مرضية هالشي عم يخلق لبعض كون مشاكل بس عم شوف يعني فيه شخص من الماضي يعني فيه زكريات فيزيكريات بناتكم بس عم شوف الشخص هاد نيته حسن يعني الشخص هاد كذلك بيكنن لك مشاعر يعني في منكم اللي عنده عودة شخص من الماضي والشخص هاد بعده عم بفكر شو راح يعم بالعلاقة هادية ممكن تكون علاقة ولاتية عم بفكر بالاطراف هادو وبعده ما اتخذ قرار هو حاليا بطاقة الانتظار فعم يحاول يمسك زمام الامور عشان يتخذ القرار يعني الصحيح ويكون مع الشخص اللي بيحبه لكني شايف لها زعلان يعني في شي صار يعني في خيبة أمل خيان شي شغلة صار بنات كون بس بعد بشوف الحبيب يعني بعد مقدم كاس الحب ولكن هو متردد وعم شوف تعبان فممكن يكون يعني في طلاق صار كذلك من من كون انفصال كذلك عم شوف عنده مشاكل كثيرة بس في ملكون اللي عنده زواج بالأخير إن شاء الله خير يا برج العزراء لأن بشوف بحد عنده كذلك طلب زواج أو خطوبة يعني من شخص من طاقة رعبية وممكن يكون طور أو جلي يعني أو يعني عزراء مثلك ممكن هو الشخص هذا عنده مركز جميل يعني وعنيد صفاته لكن برجح يكون برجه جلي كذلك هو حدا متعلق بأهله بس ما بحسك مبسوط بالعقد هذا فالعقد هذا يعني علاقة جدية ولكني عم حسك مش مبسوط بالعرض كأنك حاسس أنك مخدول على الصعيد العاطفي عم تفكر تنتقل يعني العمل جديد ففيه تعييرات عندك على الصعيد العملي والعاطفي يا برج العزراء طالي عندي كذلك في عودة من الماضي يعني الشخص من برج العزراء لا برج الجديد وكنتوا بيتحبوا الشخص هذا وحنونين ولطيفين ومخلصين فشايفاكم لسه عم تفكروا بالحبيب وبدكم ترجعوا لأن الشخص هذا بالنسبة للكم هو الصلم ففي عند كون إذا كنتم اتطلقين بداية جديدة فممكن تكون مع شخص جديد تحس أن الصلم أو ممكن يكون هو نفس الشخص أو شخص من الماضي لأن مش معقول تحس به الإحساس طالع لك الصلم كذلك شايفاك يا برج العزراء في حاجة يعني أنت نفسك تعملها وريد توصل لأحلامك لكن شايفاك مشغول بشغلات كثيرة في حياتك وهذا الشيء يجعل تفكر أن صعب توصل للشيء الذي يريد ذكي فممكن يكون هذا تحس لأن لا في عندك استقرار مادي خصوصا أن يا برج العزراء شخص رومانسي وفي نفس الوقت بتحب الفلوس بتحب الاستقرار المادي شايفاك كأنك في صراع ومش عارف توفق ما بين الحاجات ما بين حاجات كثيرة عندك يعني عم تفكر فيها منهم منهم ممكن يكون يعني شخص مهتم به كثير وانت منجرب لإله كثير أو شخص يعني بتكلم وش بعض حاليا وانت عايز تصالحه ولكني شايف الحبيب إنه فاقد الأمل يعني في العلاقة وهو يعني شايف حزين على الشي اللي صار عليك ممكن يكون تسرع وقفل عليك أو عمل لك بلوك أو اختفع فجأة أو تخاصمته فأنت أدرى بالشي اللي صار كذلك يعني ممكن يا برج العزراء يكون تكون يعني أنت متزوج يعني ومش قادر ترتبط به الشخص اللي بتحبه أو هو اللي مرتبط ولكن نشايف يا برج العزراء بتحب الشخص هذا فأنت لازم تنطم باقتك وتعمل توازن كذلك في أبراج طالع عندي سرطان عقرب حوت في منكم اللي بيعمل توازن واللي منكم عمي يتخذ قرار خصوصا إنه فعلا في اللي مرتبط منكم يا برج العزراء متزوج و بفكر ما يفعل ما يفعل ما بين الحب والزواج و يحاول يتخذ قرار في الموضوع هذا لأنني أرى الحبيب متواصل معك و يراقبك و أنت كذلك يتراقبه ولكن يراقبك متر الدريا برج العزراء ولكن يراقب الشخص هذا يريد أن يأتي لديك و يريد أن يبعث لك رسالة يعني هو عنده رغبة يفعل هذا لكن يفكر ف يراقب الشخص هذا شجاع حازم غير صبور يراقبه طموح في منكم للحبيب متمرد شوي جريء في منكم اللي رح يوصل اقتراح زواج لأنه طالع عندي بطاقة الزواج وهذا شي مأكد وبتمنى تكتبوني بالتعليقات أو خطوبة وفي منكم اللي الخطب أو عنده زواج قريب في منكم كذلك اللي رح يتواصل معه برج الدور خلال الفترة هذه ورح يقله رح يسمع كلام جميل ما كان متوقعه من برج الدور كذلك في منكم اللي عنده انتقال من بيت عنده انتقال لبيت جديد وشايف منكم اللي عم يصرف كتير الفترة هذه لازم تنتبه على مصروفك يا برج العزراء برد النظر انك يا برج العزراء تخبي مشاعرك سواء للحبيب او عمله بلوك او مختفي او هو اللي عمل لك الشي وانت شايف عم بتحبه اللي شايف بعده عم بتواصل معك روحيا و لاني شايف مهتم بنفسك عم ترتب امورك الشخصية والعائلية وفي منكم اللي عم بيفكر يعني في حل في العلاقة التولاتية وتعبان بسبب علاقة ارهاقته يعني عم شوف في ذكريات في شغلات من الماضي بعدك قابع فيها في ناس عندهم تعلق بشخص يعني كتير ونصيحتك يا برج العزراء انك تهتم بحالك وبصحتك وبحياتك الاجتماعية وتاخد وقت لتعمل توازن لطاقتك والحياتك وتحمض الله وتشكره وتمتن لما لديك وتطلب المساعدة من الله العالي الكافي في اي موقف كنت فيه حتى اذا كنت في مفترق الطرق فاعمل الشي اللي بتشوفه مناسب وهالشي كافي حاليا يا برج عزراء اشتركوا في القناة